السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرضى ان شاء الله هنتكلم على الحديث الشياث ايه هو الحديث الشياث؟ ده جزء من علم الحديث علم الحديث بيدرس صحة نسب القول اللي خائره يعني الرسول عليه السلام عليها حاجة او نصب ليه حاجة نقول ليه انه هو الكلام هل هو فعلا قال الكلام دوت ولا فيه واحد كذاب نسب الكلام ليه؟ هل الصحابي قال الكلام ده هل التابع قال الكلام ده ولا لأ؟ وينفع ان العلم الحديث ده ناخد القول بيدحظه وانطبعه على باية العلوم مثلا في علم الطب نتأكد هل تنسينا قال الكلام ده ولا لأ؟ نشر كلام كتير جدا هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ مثلا في حاجة في التاريخ مثلا عن الملك فاروق او كده فيه ناس كتير اقبتقول ان هو كذا وفيه ناس تقول لا محصلش بكذا وكذا فالفكرة كلها هل قال الكلام من ده اللي صح؟ نركز بقى على كلمة الحديث الشاذ ايه هو الحديث الشاذ؟ ان يجي واحد ثقة يروي مخالف لما هو أوصق منه يعني فيه واحد ثقة وفيه واحد أوصق منه وأعلم منه وروى حاجة مخالفة ليه؟ او عدد من الناس يعني الراجل ده قال حاجة وفيه ناس مجموعة كانوا موجدين في الموقف ده وقالوا الكلام بشكل اخر نهائي اختلفوا في الحاجة على سبيل المثال مثلا هتلاقي في صحيح مسلم هديث مشهور كله احنا على الفيلم الحمد لله اللي هو ايه؟ سبعة اظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله منها ورجلهم تصدق بصدقة هو أخرج صدقة بايه؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه وقال اللي أنفقت اليمين فشماله مش عارفة ففيه واحد غلط وراجل ده ثقة مش كذاب وغلط ورح قيل ايه؟ حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله فعندين عشرين واحد روها بشكل هو واحد بس روها بشكل آخر فده اسمه حديث شاس حديث مخالف ثقة في من هو قصف منه فده راجل ثقة راجل ما بيجذبش بس ممكن كنت وهم أو سمع غلط أو هو بيقولها غلط فيها فده بنسميه ايه؟ الحديث الشاس وده بيحللنا مشاكل كترة جدا لما بنلاقي أقوال مختلفة فبنبدأ ندرس ونشوف الصح حاجة فيها يبقى احنا لما بنجي ندرس عايزين نشوف الكلام الصح بنبدأ نشوف الروايات ونشوف الحاجة القوية والحاجة الضعيفة والحاجة الضعيفة دي بنبعدها وهكذا دلوقتي بقى في ناس تخصصهم الكلام الشاز يعني الناس مفتمية بشزوث بمعنى ايه؟ هو لما يجي يقولك ان رسول السلام هاجر من مكة للمدينة ما جابش جديد فهو بقى ايه؟ عايز يقولك ان انا علامة وكل الناس دي ببتفهمش فيهود يدور على اي رواية شازة ويقولك ان انا الوحيد اللي بفهم برغم ان كل الناس او الناس اللي هي متخصصة في العلم دوت قرد الكلام دوت ويطلق الكلام ده ما حصارش مثلا او ان الكلام ده ما معرفوش اي دليل او الراجل اللي بيقول الكلام ده بيقول حاجة خلاص تمام؟ يعني على سبيل المسائل مثلا انا بحب بكرة كتير ما بقولهاش ان انا بفهم او عندي علم او ان انا بترجم الكلام بس بكرة كتير فساعات بلاقي روايات كتيره بذات ان انا بركز على الكتب الاديمة جدا اللي هي قريبة من حدث يعني الحياة الخاصة اسلامية بدور الحياة اللي هي كتبت في اول مثلا متين سنة فهتلاقي روايات كتيره ليه؟ عالم التاريخ يقولك انا هكتب الروايات كلها بالاسانيد وانت تدرس على سبيل المثال مثلا تيجي تلاقي مثلا في بعض كتب التاريخ الواقعة بتاعت الجمل بين سيدنا علي بن ابي طالب ومعاوية تلاقي فيه 111 حديث مثلا في تاريخ التبر تلاقي 99 منهم غلط وهم مثلا عشرة بس اللي صح ليه؟ لان فيه ناس كتيره بتحاول تنصر اللي يابو بتنع به فتقولك كلمه كتير وخطرة فيها حروف فبالكلام بش مضبوط فبتلاقي حاجة كتيره غلط فانت بتبدأ تنبلوش كده حدا متطلع ايه اللي حصل فعلا وتبدأ تدرس اسانيد الرجال ولو واحد كتدفت سنة بتشيله وتتأكد ان الكلام اللي موجود بس هو غلط صح فهو يبدأ يدور على اي حاجة شازة اي حاجة ما حصلتش واحد رواح حاجة غريبة ويقعد يقولها ويقررها ويمسك فيها على تسانية دي الحق هو بيقرر على الحاجة الصح عشان يشورها او بيقرر على الحاجة اللي الناس مش بتقول بيها يعني يسأك انتو بتقولوا الارض قروية الامش كروية احنا بقلنا الارض قروية يقولك لأ انا عدا ادلة الناس الارض مشكروية واحد دور على الادلة اللي العلماء رضوا عليها ويقعد يمسك فيها عشان يبين ان هو الوحيد اللي بيقفن معالب من العلماء وان الناس كلها جهلة على سبيل المسائل مثلا وأنا بكره في الكتب فلاقيت مثلا إيه إن رسول الله السلام في الإسراء والمعراج جيك صلى الله رقعتين في سيناء إيه رسول الله السلام جي مصر وافرح بالحديث وقعد بقى قوله واللي يكذب الحديث ده يكره مصر وضد الريس ونقعدش فيه أخوانا الحديث ملوش أصلي يعني الحديث العالم التاريخ لازم يكتب كل حاجات بالأسانين وتدرسها وتشوف ايه الصح أو الرجل بيقولك أنا ممكن أكون الرواية اللي أنا خدتها ضعيفة بس واحد تاني يرواها بشكل حسب فإذا بكتب الرواية كلها وانتو تعملوا فلتر للحديث وتختاروا الحياة الصح همتكلم على منهج علمي يعني سواء في الكلام ده في التاريخ في الثورة في الانقلاب في الحاجات ده كلها نقدر نسك الروايات ونشوف ايه الرواية الصح لما واحد كذاب مشروب بالكب بيجي قول حاجة فده ما بيش بنعتبره اصلا شاز يعني ده اصلا شرط الشذوذ ان اللي روي ثقة بشير واحد كذاب لا ويكون واحد ثقة وبس خالف من هو اصف منه سواء في العدد او في الكم كما قال من الباكونية وما يخالف ثقته في المالاء فالشاز يعني هذا الشاز اللي يخالف ثقة فيه من اقصر منه ثقة او عدد او قوة فتجي مثلا تلاقي رواية اخرى مثلا ان رسول السلام وده موجودة في سيرة ابن الشام ان رسول السلام هو بجاية هاجر اتفتح له نهر فركب مركب ومشي بالمركب ده من مكة المدينة ده موجود في الكتب فانا اروح بقى امسك الرواية دي وقال لك لا انتوا فهمين ايه انتوا ورحنا في الغرب ده واحد امسك في الرواية دي ليس ليس لانها صح او انها حصلت او ان انا مقتنع بيها وانما بس لمجرد المنظرة الفشهرة فيه ناس كتير بشوفهم على تلفزيون كده يقعد يمسك في رواية ليس لها اصل وليس لها كلام وليس لها اي حاج خالص بس عجبية لان محدش عارفها لان العلماء مردوش يقرروها لانها بش صحيحة بس هو يقررها ليه؟ عشان يقولك انا بقرر وانا هو فعلا بقرر يعني بيقرر كتير يعني ف انا عرفت حاجات بتعرفوش يعني ما احنا قرناها وعرفينها وكل حاجة بس لانتصحها فعشان كده مش انقولها يعني انت بتدور على المعلومة الصحيحة بش بتدور على الحاجة اللي تثبت رأيك او الحاجة اللي بتقوي او الحاجة المنظرة او الحاجة من الجدية فهو بيعود يتكلم مثلا بلغة فصحة بيتكلم بمنظرة بيتكلم بكذا بس لما تيجي تاخد الكلام بتاعه وتديل الاهل التخصص تلاقيه بلح يعني فبمرة كان بيدنا محاضرة وواعد يقولك طرق ابن الوليد طرق من زياد حرق السفن فالحمد الله واحد من اللي عادين كان بيفهم في التاريخ فراحة بيدروا عبنه وقال له ايه اصلا انا اخير روادي بلغة ليس سناد والسفن دي اصلا بيش بتاعت المسلمين عشان يحرقها ولو حرقها كان اكيد مسلم النصير على النفو قال له السفن دي تحرقتها ليه؟ وكان ممكن يبعت السفن تجيب جلود تانيين من مسلم النصير بش سهل ان هو يحرق السفن بس هو بيدور على الحاجات اللي هي ايه؟ اللي مش معروف عشان يقولك انا اجبت التايها او جبت الديد منديل او الحاجات دي كلها وهو بش متخصص اصلا في الحاجات دي عشان يتكلم فيها وانا يعني بستحجب جدا ان واحد يتكلم بسوكة كده وهو مش مجاله يعني ابن كثير بيقولك ما انت كلم في غير فني اتقى بالاعجيب حتى حتى في شغل بتاعنا يعني لما ما انزش ايه بيجي يتكلم في الصرف بتلاقي الموضوع بزرميد يعني او اي احد بتكلم في غير تخصصه بيجيب حاجة تعجيبة